اشتركوا في القناة وزير الدفاع الماليزي رئيس بعطة الشرف عددا من قادة الاسلحة بالجيش الماليزي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى لماليزيا ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع وقادة الجيش الماليزي وعرب عن تطلع مملكة البحرين لتوطيد أواصل التعاون المشترك وتطويره مع ماليزيا في المجالات الدفاعية والعسكرية وتبادل الخبرات لما لها من دور مهم في تعزيز روابط الصداقة الوطيدة والمتنامية بين البلدين وتطرق جلالته خلال اللقاء إلى زيارته الحالية لماليزيا معربا حفظه الله عن تطلعه في أن تسهم في توسيع أفاق التعاون مع هذه الدولة المسلمة الشقيقة على كافة المساويات لسيما في الشؤون العسكرية ومجالات التدريب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وأشهد جلالته بالدور المهم الذي تطلع به ماليزيا وأسهماتها الإيجابية في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وتعاونها الوثيق في إطار التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف كما جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات المستجدة في المنطقة والأحداث الإقليمية والدولية وعددا من القضايا موضع الاهتمام المشتركة من جانبها شهد وزير الدفاع الماليزي بالزيارة الناجحة التي يقوم بها جلالة الملك لماليزيا التي تعكس تنامي وتطور علاقات البلدين الشقيقين على الصعود كافة مواربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على توثيق هذه العلاقات خاصة في المجال العسكرية والدفاعية ترجمة نانسي قنقر